الحج أولاً أول حاجة للناس اللي بتقدم في الحج ومجليش أولاً ربنا مش زعلان منك عشان بعضنا سيقول لك ربنا مش عايزني يا عم كتر خيرك مين قال لك كده أولاً ربنا بيحبك ومش زعلان منك ثانياً هي إذن رحلة الحج مش مجرد استطاعة إحنا في الفقه نقول إيه الحج يفرض على المستطيع وإيه القدرة على الحج مادية وبدنية ممكن تجد شخص غني جداً لكنه منع من الصفر فمش هيحج ولف دول العالم إلا أنه يروح يحج ومعاه الفلوس مجاش الإذن واحد تاني فقير ومش لاقي وماشي ببركة ربنا كده يعني بزاقة كده هب جينا قلنا له مبروك يا عم الحج ألف ألف مبروك ترقيت الحج حج مين يا عم ده أنا بس تلف فلوس المواصلات بتاعة الشغل وانا رايح الشغل وصف لا ما هو الرجل الفلاني الرجل الفعل الخير الفلاني عمل أرعى وانت طلعت ودي تبقى مقبولة يا مولانا مقبولة وزي الفل عشان بس بعض الناس اللي بيشكك وقولك لابد أن يكون هو مالك المال هو أصبح مالك المال لأن الرجل أهده له فمفهاش مشكلة ده حج مع أنه فقير وده ما حجش مع أنه غني هي مرتبطة بالإذن وتلاقي واحد يقدم كل سنة ما يجيلوش وهب يوم ما يقدم مع امراته يطلع هو امراته ليه كده يا رب منك كنتين واطلع لوحدي حتى في الحج معايا هو هي دي الباب بتاعك أول ما أكرمتها راح ربنا أكرمك واحد تاني ما بيعرف سايب بنته كده والبت تقولي بابا عايز أحك يا بابا أنا بص هدفع المصرف ليه وليك هدفع الفلوس ليه وليك لا لا ماليش مزاك هب يا أخي سبحان الله أول ما قلبه يرقه ويقدم هو والبت تلقى البت لسه عنده عشرين سنة وتقوم ايه طلع يا بابا تيجي جارتها بقى خلتي ستوتا اللي جنبها شوف البت بالت مبارح اللي طلعت حك يا مناش دعوة بنت مبارح وملهاش دعوة دي أرزاق ربنا سبحانه وتعالى بيدهلنا يعني ربنا بيحبني مصمم يعني متأكد أه بيحبني مش عايزني ليه بقى إذن طب أعمل إيه أه تيجي نتكلم بقى عن أعمل إيه أنا بداية أنا برنامجي مش بتاع حج وعمر يعني أنا آخري إن حد يتوصل معايا يقول لي إحنا هندفع الحالة الفلانية أو هنعمل الحالة الفلانية عشان ما حدش يزعل مني بس لكن أنا أعمل إيه ما هو فيه واحد يقول لك نفس حج وهو ما بيركعهاش واحد يقول لك نفس حج وهي منكده عن جزء واحد يقول لك نفس حج وهو مطلق مرازه ورميها في الشرع هو عياله أعمل إيه عشان ربنا يكتب للثواب أظبط نفسي أخش مركز الصيانة مركز الصيانة الإلهي بإني أعمل إيه أخش بقى أصبط نفسي أنا داي أهل بيتي أصلح مع أهل بيتي أنا بصليش أبتدى أصلي طب صليت يا مولينا أعمل إيه أصحى الصبح بدري في البدرية قبل ما أخد لفة الترك من أن رجل بتاع جيمي حديث بقى كده ووليه في الرياضة قبل ما لف والعب الرياضة بتاعتي أخبط باب ربنا بصلاة الفجر وبعدين أعد زي ما أنا كده يقول لك إيه مولانا مخش الجيمي يقولي لازم تسخن يا مولانا عشان العضلة ما تقفش انت كمان في مدخلك الإلهي لازم تسخن علشان مخك ما يزرجنش ما هو أنت لو دخدتها هب هب قيام ليل في فجر في مش عارف إيه هتزهق فأنت لازم تسخن تعمل إيه صليت الفجر حضرت الجماعة خد بعضك كده كباية حليب على الصبح قعد على سجاتك صفحتين قرآن مية لا إله إلا الله ومية الصلاة على سيدنا رسول الله الدنيا تمام الشمس طلعت الله أكبر حج وعمرة مولانا مولانا مقبولة تم مع رسول الله وحلال عليكم ببيت الحليب اللي تشرفتها من إيد ست الحبيب وتبقى الدنيا زي الفل وحج وعمرة لغاية ما ربنا يأذن لنا والدنيا زي الفل دينا زي الفل رسائل خير دي يا مولانا رسائل خير عملت حج وعمرة تعد في بيكم لغاية ما ربنا يأذن مش معنا كانت ما تقدمش استنى الجاي وقدم مرة واثنين وتلاتة وعشرين من أدمن قرع الباب أوشك أن يفتح لها اللي يقعد يخبط كده أبوهم مزعلوا حقا يا أبا يمشد من هنا يمشي تاني ويجيله يا أبا دا أنت دا أنت سيدي الناس يلا يا أبني مش هنا مرة في مرة في عشرين في المرة المية يقول له يا ضنايا يا أبني وما يقول له كنت فيه من زمان يا أبا تعالى من أوشك قرع الباب أوشك أن يفتح لها